المفاوضات بشأن موعد محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تزال جارية. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بحث موعد المحاكمة. مضيفة أن إرسال بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ في قضية التحريد على التمرد مقترن بمدى استعداد المجلس لطلقيها. سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً للمحاكمة. يعود لهم تحديد الطريقة والموعد للمضي قدماً وسيكون ذلك قريباً. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ متش مك كونيل تقدم بمقترح لتأجيل المحاكمة إلى منتصف فبراير ليتمكن فريق ترامب القانوني من الاستعداد للدفاع. مك كونيل قال إن من حق ترامب أن يحصل على وقت للاستعداد للمحاكمة يكون مساوياً للذي حصل عليه الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل محاكمته عام 1999. مما يعني تأجيل إجراءات المحاكمة حتى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل. الجدول الزمني الذي أعده مك كونيل يقترح تقديم مجلس النواب لبنود المحاكمة إلى مجلس الشيوخ يوم الثامن والعشرين من يناير وأعطاء فريق ترامب القانوني أربعة عشر يوماً لإعداد موجازهم قبل المحاكمة. السناتور الجمهوري مايك براون رجح أن تعقد المحاكمة في العاشر أو الحادية عشر من فبراير. أما ترامب فوكل محامن من ولاية ساوث كارولينا يدعى باتش باورز للدفاع عنه. لأن المحاكمة في مجلس الشيوخ تهدد إعاقة عمل إدارة بايدن والإجراءات التشريعية التي يعتدم الديمقراطيون إقرارها في مستهل ولايته. فمجلس الشيوخ لا يمكنه دستورياً حال انعقاده كهيئة محكمة أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء المحاكمة.